كل أسبوع مسؤول أو رئيس يطلع يقول لك خلاص لقينا لقاح كورونا انسوا بقى كابوس كورونا من نسبة نجاحنا أعلى من الدول التانية وأعلى حاجة وصلونا لحد دلوقتي 94 واحد من عشرة اللي هو ما حصلش حتى سيد لالت بنسويف لا واللقاح بتانيك علينا يعني بصراحة شروطه غريبة قوي اللي هو لازم يكون في درجة حرارة معينة وبتاخذ على ثلاث مرات يعني ناقس قلولنا إيه لازم له قبليه لبوستنجل سرين وتلفوه فرقة فويل كده عشان يستموه في ميته صح؟ يا جماعة الواحد تعب في سنة الحياة ترجع لطبيعتها تاني الحمد لله على كل شيء طبعا بس 94% عمرهم ما كانوا كفاية الستة في المية دي يعني فيه مليئن البشر احتمال تموت لازم لقاح في أسرع وقت يعني يكون طبعا مية في المية وأتمنى طبعا يكون موجود في كل السيدليات مش في الديب فريزر لازم يتكلم عن الكورونا وعلاج كورونا يكون فاهم يعني مثلا الأردن أعلى نسبة كورونا في الوطن العربي شوف تصرحات الوزير الجديد لما طلع في مخابلة كده وتعلم منه إزاي حلل موضوع الكورونا من غير ولا غلطة وزير أصحة معالي الدكتور نذير عبيداد مسأل خير دكتور نذير مسأل خير دكتور نذير من شهر ثلاث شو اشتغلنا؟ مين دي شو اشتغلنا؟ هل فعلا أكثر حالات الاختطار سببها السكر والضغط وهي أكبر نسبة بالوفيات؟ هذا موضوع أكاديمي لا أخوض فيه كثير يعني الكادر الطبي إذا أصيب فيروس كورونا فيتعلج على حسابه الشخصي صح؟ نعم في كثير طباء بتعلجوا حسابه الشخصي يعني حسب الوين بكون؟ الآن نسمع بعدد وفيات كبير وفيات كورونا ماذا تقصد؟ يوم الأمس ماذا تقصد كورونا؟ مرضى السكري واللي عندهم سمنع شو الأدوية اللي يأخذوها؟ انت شو دخلك؟ أصح يا كنت إيش دخلك بالموضوع؟ أنت خرج طب؟ شو أنت إعلامي؟ أوكي؟ أخرج تطلع فاصل أوكي؟ رض على التليفونات كمان استفس الخط إيه؟ ما بتقلتش صحابك الإعلاميين؟ ليه؟ وهتقريبا جينا الوزير الصحة الأردني في وقت مش مناسب ده أعيد له قاعدة واحد مختلف على أيمة والمارق مع أحرس بنته لا أقول لك إيه؟ بتدخليش تفاصيل عندك شقة؟ إيه معلق أنت فاكر عشان مستضيف وزير الصحة فهيكلمك عن الصحة؟ لا طبعا مغربك تتخش علي الدخلتك الغريبة دي بتاعة الأندر تيكر دي تقول لك مش هل أنت وزير الصحة؟ وزير الصحة يا معلق إيه الأخبار عامل إيه؟ كله تمام؟ غريبة قوي عمر ما شفت حد دي بسأل حد في مجاله أنت عمرك شفتنا كم مصريين بنسأل الرئيسيسي عن الإنجازات الاقتصاد أحوال البلد بنسأل نحمد بن زايا إيه ساعة الوزير يا عمي من الحلقة بأي حاجة رجل مكلف و جاي لك من الجنب تقول أي حاجة أي 40% في كيس يا عمي بيعد خلاص ملاش وزير الصحة الأردين نروح لوزير الصحة الجزائري اللي طلع في مؤتمره كان ضد غلق المدارس في الجزائر وقال للناس البرنامج اللي يمشوا عليه عشان يحمي كل طلاب الجزائر من العدوة طالما أن الحكومة قالت لا لإغلاق المدارس والمؤسسات التربوية هل فيه برنامج خاص الآن يعني تعد وزارة الصحة حتى نحمي المدارس وتستمر يعني وحنا وش نقول مايش المدرسة اللي تعدي المدرسة لا تنقل ما تنقلش ماهيش المدرسة الأساتذاء أو التلاميذ أو المعلمين والمعلمات والإداريين رغم يشتغلوا في الشارع يروح للمرشي يروح للسيبيرات أو في داره وممكن هو يدي الدعوة العدوة العدوة في مكان آخر يديها يا رب تكسبتيه يقول دعوة يا رب تكسبتيه يقول دعوة مش عدوة آه طبعاً تعرفين المدرسة مش بتنقل الفيروس عمرك شفت تاختأ أو صبورة بتشتري حاجات من السوق ده المدرس عمرك شفت كانتين بيخلص ورق الطلاب والمدرسين هما اللي بيقول العدوة لما بيروحوا للمدرسة فإحنا نعمل إيه بقى؟ نتعلم أولاين زي أمريكا وأوروبا؟ لا طبعاً نروحوا للمدرسة ونقل العدوة برافو عليك بس العب مش في المدرسة المدرسة مش بتنقل حضرتك إحنا نجب مكان مغلق ونحشي ناس ونغلطهم بقى إيه مش درسين منطق ولا إيه؟ لأ بص يا بنسبة 40% إن شاء الله مش هتنقل الدعوة العدوة 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 سوريا يا جماعة بطلغبط دايما يا سعدة الوزير حضرتك لو في عيل طلح سنداويد شيلانشون المدرسة كلها بتشين بالرياحة خير كده بعد الشر يعني بعد الشر لو طالب عنده كورونا أرجوك دي أرواح ناس لو تقول تصريح فكر شوي قبل ما تقوله أرجوك ساعات احنا نقوله كاي اللي متوفي بالكوفيد وليتوفى حامل الكوفيد ماوش كيف كيف واحد أربي اه ومعسوب ولحق وقته 85-90% توفى وأشخاص خليب سكتة قلبية أو بشيء آخر ليست بالكوفيد احنا نسجلوك يلا بقى ها وأي حد هيموت موتة مش كوفيد أنسجله كوفيد اللي راح وضفنا كوفيد أي حادثة عربية أو موتة طبيعية كوفيد ايه الوصوص اللي ورا مالك ايه اسهل ما هو موت كوفيد اللي انت قاعد عليه للنهار ده ايه مشكلتك ايه مشكلة في العض اه هشاشة في الكوفيد عطالك احنا في زمن الكوفيد يعني عيبة في حقك تموت موتة طبيعية يعني معظم بلاد العالم بيتسابقوا مين اللي يصنع اللقاح وينقذ أرواح الملايين ما عندنا عادي بنجذب عشان نعمل مليارات يابقى أرواح ناس مين هي أصلا المدارس التنور الكورونا في خيرها مش دخلكونتوا بالحاجات دي تفاهمين حاجة انا بس كل النفس فيه بصراحة ان احنا نجيب اللقاح من بره بنفس السعر يعني مسحة الكورونا في مصر ليه المسحة بس بألفين وخمسموة جنيه تخيروا بقى اللقاح الكورونا نفسه هيجي لنا بكام ده مش بعيد يضربوا سعره في اتنين عشان نعملوا ألاف المليارات ده لو ماخدوش يعني أربعين في المية عمولة من حق